أهلا بكم اليمن ومعركة استعادة الموانئ البحرية باتت عملية استعادة الموانئ البحرية أحد محاور معركة استعادة الدولة اليمنية فمنذ بداية الحرب وحتى الآن شكلت هذه المنافذ البحرية عنوانا عريضا للمعركة وتبدو هذه الموانئ رهانا وورقة ضغطة لتغيير المعطيات على الأرض كما تشاهدون تملك اليمن منافذ بحرية كثيرة مجهزة لاستقبال السوفني والبضائع وتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتحمل هذه الموانئ أهمية استراتيجية إذ يعد بعضها شريانا لتوريدات نفط الخليج إلى العالم عبر قناة سويس ستة موانئ منها تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وثلاثة منها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في التفاصيل يعتبر ميناء نشطون الواقع في محافظة المهرة هو الميناء الوحيد الذي لم تصل إليه ميليشيا الحوثي والمخلوع ولا حتى تنظيم القاعدة فيما طال الصراع موانئ الشحر والمكلة وبالحاف وعدن وجزيرة ميون والحديدة والصليف ورأس عيسى وميدي بداية معركة استعادة الدولة استعادة الموانئ بدأت في السابع عشر من يوليو حين أعلنت الحكومة استعادة السيطرة على أحد أكبر الموانئ الطبيعية في اليمن والعالم وهو ميناء عدن بعده بشهر انتهت واحدة من المعارك الدائرة ضمن الحرب القائمة بسيطرة قوات الجيش والمقاومة بإسناد التحالف على جزيرة ميون في عملية عسكرية خاطفة استمرت خمس ساعات وفق غيادات عسكرية وفي عملية خاطفة أيضا في البحر الأحمر انتزعت قوات الجيش الوطني ميناء ميدي الواقع على البحر الأحمر المتاخم للمياه الدولية السعودية عقب ذلك انتقلت القوات لتحرير الموانئ الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة وتحديدا في حضر موت وشبوة حيث تم استعادة ميناء الشحر الذي سيطرت عليه القاعدة منتصف عام 2016 بعد عام كامل من سيطرة التنظيم عليه وبعدها تمكنت القوات الحكومية من بسط السيطرة على ميناء المكلة في مايو 2016 الذي يعد أهم منفذ بحري في محافظة حضر موت تزامن ذلك مع عملية تحرير ميناء بلحاث الواقع في محافظة شبوة في ديسمبر 2016 والذي كان يستخدم لتهريب السلاح بالتوازي لتنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي والمخلوع بعد السيطرة على باب المندب سعت قوات الجيش الوطني والتحالف العربي لسيطرة على ميناء المخى الاستراتيجي في منطقة باب المندب الذي كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع تستخدمه لتهريب الأسلحة الإيرانية القادمة من القرن الإفريقي عبر السفن والقوارب الصغيرة المرحلة الأخيرة من معركة استعادة الدولة أو الموانئ باتت قريبة من فصولها الأخيرة التي تمثل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وميدي أهم خطوات الصراع وإحدى أدوات الحسب حيث تحظى معركة الحديدة بمتابعة العالم أجمع نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية والإنسانية الكبيرة لميناء الحديدة الذي يعد البواب الأكبر لدخول المساعدات والبضايع التجارية لليمن تستفيد من هذا الميناء الكتلة البشرية الأكبر في البلاد حيث تمر عبره أكثر من 90% من المساعدات والمعونات التي تشرف عليها منظمات الأمم المتحدة ومع الترتيبات والاستعدادات العسكرية لتحرير الميناء دخلت على الخط الخلافات بين التحالف العربي ومنظمات الأمم المتحدة الممانعة لاستهداف هذا الميناء بدافع المخاطر الإنسانية المترتبة عليه وفي الوقت ذاته قالت الأمم المتحدة إنها تبحث قطة لإيجاد موانئ بديلة لاستقبال المساعدات بدورها أبدت الحكومة استعدادها لتجهيز موانئ بديلة بينها المخى وموانئ برية أخرى وفي ظل هذه المعركة يبقى السؤال هل ستنجح الحكومة ومن ورائها التحالف في تجاوز الضغوط الدولية الممانعة لاستهداف ميناء الحديدة تنتظر الإجابة في الأيام المقبلة